عشان نتعرف على العصبية وهو هذا التعريفة أنه هو توتر وقلق نفسي يصيب الأطفال أو الإنسان البالغ اتجاه مشكلة ما فقد ظهرت على صورة إمه على صراخ أو مشاجرات مع الآخرين أو مع أخوته وقد تصل أيضا ممكن إلى الوالدين في هذا اللقاء راح نتطرق لموضوع كيفية التعامل مع الطفل العصبي وشنو أسباب عصبيته ومظاهر هذه العصبية اللي قاعد تطلع عند هذا الطفل مع الأستاذة زهرة بدر الفيليشاوي باحثة نفسية ومدربة تنمية بشرية صبح عليك بالخير وحياة الله معنا صبحت الله بالنور يا هلا ومرحبا فيك في البداية أنا بتكلم قبل أن أتكلم عن عصبية للطفل كل هذه الأمور راح يكون عندنا هذا التقرير أشوف عنه يكفي البداية نطلع كيف أربي طفل العصبي هناك العديد من الأمهات اللواتي يواجهن مشكلة وصعوبة في التعامل مع أطفالهن العصبيين وتظهر العصبية عند الأطفال بعدة إشكال منها صراخ وقضم الأظافر وشد الشعر أو حتى ضرب الأطفال الآخرين أو عض كل ما يقع تحت أيديهم فالعصبية عند الأطفال تكون ناتجة عن عدد من الأسباب النفسية والطبية وأسباب تربوية التي يعيش فيها الطفل وهذه الحالة يجب ردعها ومعالجتها عند الأطفال قبل تطورها ونموها معه ممكن إحنا شفنا هذا التقرير وقعد نعرف عصبية الطفل لكن لو بنعرفها أكثر للمشاهد هي ظواهر عصبية الطفل شان أعرف أن الطفلي عصبي؟ بالبداية أنا اليوم ياية أتكلم عن تجربتي مع طفل أنا أعيش مع طفل عصبي جداً وعنيد فأنا ما راح أتكلم عن الموضوع من جهة نظرية كثر ما أنه من تجربة أنا قاعدة أعيشها اليوم الطفل العصبي عادة تظهر عليه علامات الملل يكون ملول جداً يعني لما تعطينا لعبة يلعب فيها الحين تشوفينا سريع الملل بسرعة ما يغير أنه هو يبي لعبة ثانية مجرد ما أنه يلعب فيها اكتشفها أرضه فضولة ينتقل إلى اللعبة الأخرى كذلك أن الطفل العصبي يميل إلى الحركة والنشاط هو نشيط جداً وتشوفينا حتى ممكن يتسلق على الأثاث يحب يكتشف أشياء ممكن غير متاحة حق الأطفال الآخرين بالإضافة إلى أن الطفل العصبي يولد أحياناً انفعالات ما تدري هو ليش معصب يعني منفعل بطريقة أنت توقفين تقول هذا ليش معصب أحياناً الأم لا تكتشف الولد ليش معصب بالإضافة إلى أن الطفل العصبي مثل ما ذكره في التقرير أنه يميل إلى قضم الأظافر العض وهذه كلها من العصبية اللي فيه ومعارف يعبر عنها فيلجأ إلى هذه التصرفات أنه يعض كنوع من أنواع التعبير عن الغضب قضم الأظافر كنوع من أنواع التعبير عن الغضب اللي فيه وبالإضافة إلى الصراخ والبكاء بحده فكل هذه ممكن أن أنا تبين لي أن أنا عندي طفل عصبي بالإضافة إلى أنه هو سريع التشتت يعني ممكن قاعد يلعب في لعبة الحين بس يتبطل باب البيت أحد يبي يطلعت شوفين يروح يركض فبسرعة يتحول انتباهه سريع التشتت نزين بس أول ليش قاعد يكون عصبي يعني إذا كانت البيئة أو الأسرة أو البيت الأجواء ما تأدي للعصبية ممكن أنه يعني يكون عصبي بدون أسباب لا طبعا أكيد فيه أسباب للعصبية طبعا في منها أسباب تكون في البداية صحية مثل عندنا بعض الأطفال يصير عندهم تنحبس السوائل في الأذن فيأثر على السمع فهو ما قاعد يسمع أوامر أو ما قاعد يسمع الحوار اللي قاعد يدور بينه وبين الوالدين فيولد عنده نوع من العصبية وتأثر على نفسيته بالنهاية كذلك عندنا التأخر في الكلام لمن يكون الطفل عنده نوع من التأخر في الكلام وطبعا الطفل ما يدرك كل الألفاظ والكلمات اللي احنا نقولها لأنه استيعابه لنحن ما وصل لهذه الدرجة لكن إذا كان بالإضافة هو عنده تأخر في الكلام رح يولد عنده نوع من الانفعال والعصبية أنه مقادر يعبر عن حاجاته الأساسية وأنه لا يوجد لغة التواصل كذلك عندنا من الأسباب التربوية اللي يعاني منها الطفل لما يكون في البيت أم وأبو عصبيين يعني ممكن إذا كان أم وأبو أو واحد فيهم عصبي ينقل هذه العصبية لأبناء أنا قلت أشلون لما يكون الطفل في أسرة فيها أحد الطرفين عصبي هو يشوف الطفل بالنهاية الأم والأبو وشلون يعني يتعاملون مع هذه العصبية لما الأم أو الأبو يفرغون عن عصبيتهم ويظهرون هذه العصبية بشكل إصراخ رح تشوفين الطفل أيضا يصرخ لما أنا أطلب من ولدي أمر مثلا مثلا لا تجيس هذا أو خلا لكن بنبرت إصراخ ونبرت صوت عالية هو رح يصير عندنا هذا الشيء منطقي أن هذا طريقة الكلام بصوح حوار أمي قاعدة تعبر عن عصبيتها أبوي قاعدة تعبر عن عصبيتها يصير عنده هذا الأمر طبيعي ومتاح متى نحس أنه هي مشكلة لما نحن تتأثر نفسيتنا بسبب إصراخ الطفل أو بكاءة أو عنادة لأن بالنهاية العصبية رح تولد عندي عناد نزيل الآن الأهل إذا لاحظوا أنه عندهم واحد من عيالهم عصبي يبلشون إشلون يعني هل طريقة الحوار لا من البداية والله يأخذونها لمختص عشان يعالجون هذه العصبية في طرق علاجية ممكن يتبعونها نعم في البداية إذا نحن نعدل من سلوك طفل لازم نعدل من نفسنا أول لازم أنا أكون في البداية يعني أنا كلمة أنحن كشخص أنا شخصية عصبية فتأثر الطفل طبعاً وهو ما أخذ العصبية مني واكتسب هذا السلوك من عصبيتي أنا أنا أعترف بهذا الشيء فكان المفروض أنه من البداية أنه أنا أتعامل مع عصبيتي وأنه أنا أحولها إلى هدوء لأنه بالنهاية إحنا بشر إحنا نتعامل مع ضغوط الحياة يعني أنا أم وزوجة وموظفة وعندي مسؤوليات كثيرة لكن الطفل ما لا ذنب في هذا كله فلازم شنو أسوي أنا أول شيء أني أنا أهدي من نفسي أتعامل معي الطفل هذا على أنه هو صفحة بيضة أنا اللي قاعدة أدون عليها هو أنا مرآته هو يشوفني أنا شنو قاعدة أسوي وقاعدة يكتسب هالأشياء مني ففي البداية أنا لازم أكون هادية معي الطفل أتخذ معاه أسلوب الحوار ولكن أي نوع من أنواع الحوار مو الحوار اللي أنا أطبطب عليه إنه بس ماما اسكت لا تصرخ لا هذا رح يولد عنده غضب وزيادة ممكن يضايقه أسر طبعا رح يضايقه زيادة ورح يعصبه زيادة ليش؟ رح يعصبه زيادة لأنه هو يعتقد أنه أنت ما تفهمينه أنه أنت بس تبينا تسكتينه وهو ما يبي يسكت وهو يبي الحاجة اللي هو يعي علشانها فإحنا شنو رح نسوي بهالحالة أنه أنا لازم أكون في مستوى مقارب للطفل وأكلمه بأسلوب أنه أنا فاهمة أنت شنو تبي وأكرر عليه هذا الشيء ما يخالف مثلا خنقولها على مثال تبسيط للمشاهدين الأطفال عادة يحبون الحلوة ولكن أنت كأم عارفة أنه هذا ليس الوقت المناسب لأكل الحلوة مثلا مثلا هذا الوقت هو وقت وجبة غدا أو عشا فلازم الطفل يأكل وجبته الأساسية بعدين أنا أكافأ بالحلوة فلما يكون هو مصير هو ما عنده المنطق الكافي أنه مدرك أنه لأ الحين وقت الوجبة الأساسية فأنا أنزل في مستوى أقول له أنا أدري أنه أنت تحب الحلوة وأنا أدري أنه أنت تحبها وايد أكرر عليه بكذا أسلوب وأنا عارفة هالشي رح أعطيك الحلوة بعد ما ناكل هذه الوجبة ما أحاول أنه أنا أسكتها أو أنه بس أقول له لا وخلاص لما تقول له لا وبس أنت قاعد تزيدين عصبيته لأنه هو مفاهم شنو المنطق وراء كلمة لا ساذة زهرة البعض لأنه من قلة الحيلة ومعارفين يتعاملون مع الطفل العصبي فلأنه يقولون هو عصبي هو ما يسمع الكلام وأنا أقول له شيء هو يسوي عكسه فدائما لكل تصرف من الطفل العصبي يعني ينتج وراء عقاب من الوالدين يعني أسلوبهم معاه أنا عقبة عشان يستوعبون هذا غلط عشان يبطل هذا التصرف أسلوب العقاب مع الطفل العصبي مجدي ممكن ينفع؟ كتجربة أكلمت عن تجربة أنا عشتها أنا ما أفضل أني أسمي عقاب كثر ما أنه أنا أفضل أني أسمي تهذيب للسلوك نحن نهذب سلوك الطفل بحيث أنه يعرف شونه المتاح وشونه الغير متاح وأنه أنا طريقتي في رفض متطلبات الطفل إذا أنا كأم أشوف أن متطلباتها هذه أنا ما أقدر ألبيها بالوقت الحالي العقاب يكون أو مثل ما قلنا تهذيب السلوك أني أنا أعلمه على الصبر عادة أن الطفل العصب يكون غير صبور أن أبي هالشي أبي ألحين ما في مجال أنه هو ينطر وأمس أنا جربت هذه التجربة والنظرية مع ولدي أن كنت قاعدة أقرأ كتاب وهو مصر أن يأخذ الكتاب من إيدي أن أبي ألحين فأنا قاعدت بمقابلة فطلبت منه أنه رح أعطيك يا بس انتظر ممكن تعطيني خمس دقائق انتظر وأنا رح أعطيك الكتاب طبعا يعني قابل هالشي في بكاء بس مو بكاء بحدة وصراخ لأنه رافض هالشي فقلت له ما علي انطرني هني أنا رح أعطيك الكتاب الحين مجرد ما أنا أخلص منه وفعلا كنت عند وعدي أن أنا عطيتها مدة دقيقتين وأنا رح تقدمت له الكتاب أن أنا أقدم له فهذا شنو رح ينمي عند الطفل أنه ينمي عنده مهارة الصبر أنه يصبر على الأمور أنه مو بالضرورة شيء يبيه الحين أنا لازم ألبيه الحين نعم وأيضا الثقة يعني هو في لأن الخطأ اللي يقعون فيه أولياء الأمور أنه دائما فيه وعد يوعدون فيه طفل لكن الوعد ما يتم تلبيته طبعا وهذا وايد يثر على الطفل مثل ما يقولون أنه أنت لما تقول لك كلمة تكون قدها لما أنا أوعدني رح أعطيه الحلوة لازم أعطيه الحلوة ولا ما رح يصير عنده مثل ما حتى تفضلتي أنه يصير عنده تقفيني نعم مراحل تطور الموضوع يعني هل ممكن أننا أولياء الأمور يفقدون الأمل وبما أننا عايشة هذه التجربة فيعلي نتمنى أن تكونين خير مثال لموضوعنا لليوم أنه هل ممكن أن الطفل العصبي مع الممارسة أكيد ومع تثقيف أولياء الأمور في هذه الجانب لنفسية الطفل ممكن أن تتغير حالة الطفل من أن أنا أقول أنه عندي طفل عصبي إلا ممكن يكون عندي طفل بعدين هادي نعم لكن في البداية الموضوع ما هو سهل الموضوع يحتاج صبر الموضوع يحتاج وقت أن أنا أعطي الطفل وقته مو بالضرورة أن أنا قمت في تجربة تجربة نظرية على الطفل اليوم هو لازم يقوم بالسلوك الصحيح 100% في البداية رح نواجه عناد لأنه هو طفل العصبي تولد عنده مع الوقت سلوك العناد فأنا ما رح أي دقيقة أني أنا أغير من سلوكه وأنه لازم لما أطبق نظرية رح يسويها الحين فإحنا رح نمشي معاه بمراحل المرحلة الأولى اللي هي مرحلة الحوار ومثل ما قلت لك الحوار أني أنا أحاور بطريقة أبين لها أن أنا فاهمتها أني أنا فاهمة وهو شنو يبي مو بطريقة تشتيت الانتباه تشتيت الانتباه رح تزيد من غضبه لأنه رح يحس أن أنت كأم وفاهمتها فإحنا ش رح نسوي أنه إحنا أول شي نحاوره ننزل لمستوى نحاوره بطريقة أنه إحنا فاهمين أنت شنو تبي وأنه إحنا مقدرين هذا الشي لكن الوقت غير مناسب نحاول أن نفهمه حتى لو هو ما كان على درجة من الاستيعاب مثل الأشخاص البالغين ولكن مع الوقت رح يصير عنده هدوء وأنه رح يسمع كلامك في بعض الأطفال ما يستجيب لي الحوار يعني ممكن أن أنت لما نتحاورين ممكن يزيد غضبه يعني أنا هذا الشي عشته مع ولدينا لما نأي أكلمة وأحاوره يزيد من غضبه وصراخه ما يسمعني ووصل لمرحلة أنه أنا ما بي أسمع أنا ما بي أستجيب وشتون تعاملين بهذه بالضبط الطريقة الثانية في التعامل أنه أنا بعد ما أحاوره وأفهمه وهو خلاص ما في أي مجال للحوار لأنه هو قاعد يصارخ فبالنهاية ما قاعد يسمعني صح التجاهل تجاهلينا نعم نزيم بس هذا موهم من رح يزيد من عصبيته أنه هو محتر أبدا ما رح يزيد من عصبيته وهو قاعد يعصب وقاعد يثور ويوصل لمراحل من الاصراخ والعصبية ليش؟ لأنه أنت لما تعطينا بالبداية اهتمام وهو يعتقد أنه خلاص هي مدام هتمت فيني هي رح تلبي الطلب اللي أنا أبي وغالبا أولياء الأمور يوصلوا لمرحلة أنهم ما فيهم صبر على ما الطفل يسكت فيقدمون للشيء اللي يبي في المرات السابقة لما ما يقدمون للشيء اللي يبي بسرعة رح يزيد من درجات ومن نسبة الاصراخ لدرجة أنه ممكن تستفز أولياء الأمور ممكن يلجؤون إلى العقاب في بعضهم ممكن الضرب ممكن الشتم وهذه أنواع العقاب مرفوضة تماماً لأنها تأثر على نفسية الطفل بالسلب قبل شوية ذكرتي نقطة أبي أرد عليها أنه ما تستجيبون للطفل في حالة تشتيت انتباهها إينا إن شلون يعني لو تعطينا مثال بس استاذ الزهر مثلاً هو معصب هو معصب شلو ممكن أولياء الأمور يستخدمون عشان تشتيت الانتباه مثلاً هو معصب يبي مثلاً هذه الشغلة الحين أنا أبيها الحين مو منطقي عند الطفل أن أنا أمنعه منها هو بالنهاية يبي يكتشفها خاصة أنه قاعد يشوف ألوان ورسومات فأهو حاب أنه يكتشفها بطريقته كطفل فلما أنا أي أمنعه هو يشوف أن هذا الشيء مو منطقي فمجرد ما أنا أمنعه أقول لي الله يلا أمش مثلاً خروح المكالف لاني فأنا شتت انتباهها عن الشيء المثير وهذه الطريقة راح تزيد من عصبيته وما راح يسكت بسهولة غالباً تصير هذه الشغلة في الأماكن العامة صحيح الأماكن التجارية أو حتى باليامعات الأهل مثلاً بعض المرات أغلب أولياء الأمور يسيقون التصرف مع أطفالهم في الأماكن العامة بسبب الإحراج وأنا من خلال تجربتي مع ولدي أبداً أبداً مو ما أعطي اهتمام حق الناس ولكن هذا الطفل أنا ما راح أي أخرب وأخرب سلوك أو أن أنا أعلم على سلوك أنا ما أبي علشان والله الناس بحيث أنه الحين مثلاً نحن في مجمع أو في مكان عام هو يبي الشغلة هذه يبي مثلاً نوع من أنواع الحلويات علشان لا يبشي ويصرخ وأحياناً ممكن يوصلوا مراحلة أنه يقط نفسها بالأرض صح فأقول لي الأمور ينحرجون لا شعورياً يلبون طلبة تلبية الطلب بالنسبة لنا نحن بموقف محرج صح أمور اللي أنا أبي فمرة ثانية أنا راح أزيد من نسبة الأصراق لين تستجيبي لي أشلال ممكن أنا ما أخلي الطفل العصبي خصوصاً نحن نتكلم عن البيوت اللي عندها أكثر من طفل تلقين بعض الأطفال ما عندهم أي مشكلة لكن هذا عصبي ممكن أنه لما يشوفون أخوهم ولأختهم العصبية لم يتبعون واحدة من هذه الأساليب والتكنيك خنسميها تلجاه هولياء الأمور أنه يأثر على الأطفال الثانين ممكن يصرون عصبية نفسها أو ممكن يقولون والله ولمن يصرخ ولمثل ما تفضلت ينسدح بالمكان العام قاعد يلبول للطلبات أنا ممكن أقل دعيل عشان أنا أوصل للي أبي أنا عندي ولدي ثاني قاعد يكتسب من ولدي الأول هو طبعاً الطفل الأول غالباً تصير معه هذه الأمور وأنه يولد عنده نوع من العصبية والأعناد لأنه خنقول نسميه الطفل المدلل نعم أنه طلباته مجابة أنه لا يبتشي يعطوه اللي يبي لا يزعل لا يتضايق فتكون أخطاء من أولياء الأمور الأولياء الأمور ما يدركون أنه خطأ ولكن طفل لا يبتشي لا يزعل لا يتضايق فاللبي له منه أي نسميه كبش الفدى اللي هو الطفل الثاني أنه شن يصير معه نتعلم من أخطائنا مع الطفل الأول صح فرح يصير شنو ونحن نضبط في سلوكنا ونعامل الطفل الثاني بطريقة مختلفة تماما أحيانا الطفل الثاني أو ممكن الثالث يلجأ إلى أنه يستخدم نفس الحيل اللي يستخدمها الطفل الأول مثلا أنا عندي ولدي الكبير مثلا إذا أنا ما استجبت له يوصل لمرحلة أنه يطق راسب الأرض لما يوصل الطفل لمرحلة أنه يأذي نفسه أنا أحتاج أني أستخدم معا تكنيك أن أنا أثبته بطريقة أن أنا أشتف إيدة من فوق وأشتف ريولة بطريقة ما تعورة بس علشان أنا أمنعه من هذا السلوك فلما الطفل الثاني يشوف هذا الشي أنه هو مرفوض وأنه لما الطفل الكبير قاعد يسوي هذا التصرف وأنا ما قاعد أستجيب له راح يوقف هذا التصرف طبعا راح يوقف تصرفاته وما راح أنه يصير معاه أنه لا أنا لو بتشيء تزيادة أو صرخ مثل ما قلت لك التجاهل وايد مهم يعني هو ما حط له اهتمام يوصل لمرحلة أنه خلاص أنا مهتمين فيني وهم ما يبوني أبتش وهم ما يبوني أصرخ فأنا أبتش وأصرخ عشان أوصل للي أبي لا تنين مرة واحدة بالضبط فشي صير لما أني تجاهلون أولياء الأمور البتش والصراخ هو راح يصير عنده تثبيت للتصرف هذا وما راح يتصرفه في المرات الياية نعم بالختام ستاذة زهرة شلون ممكن تنصحين أولياء الأمور لمن الحين تفاقمت عندهم المشكلة يعني ما قدروا يعالجونها من البداية لأنهم حطوا في بالهم أكيد هذه من تكوينة شخصية الطفل أوه عصبي خلاص أوه عصبي وكثير من أولياء الأمور خلاص يعني يستسلمون اين شلون ممكن يتداركون هذا الخطأ وطمنينهم أنه مو في مجال أن الموضوع يكون أحسن طبعا كل شي في مجال ولكن نرجع ونقول لما يكون الطفل صغير في مراحل الطفولة المبكرة سهل أن أنا أسيطر عليه وسهل أن أنا أعدل من سلوكياته لكن لما يكون شوي أكبر إذا أنا في مرحلة أني مقدرة أسيطر عليه ممكن أن أنا أطلب المساعدة من المختصين في مجال التعامل مع الطفل أنا أتعلم منهم مثل ما أنا سويت أن أنا تعلمت في بعض الأمور أنا ما أعرفها تعلمتها علشان أتعمل فيها مع عيالي بالبيت بالإضافة إلى أنهم لازم يكونون صبورين جدا 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 الصبر مهم أنهم يعطون وقت لهذا الطفل مو بالضرورة كل التصرفات اللي سويها الطفل يعني أنا مثل ما قلت وشيت معاب نظرية مو بالضرورة إذا هو خالف النظرية هالمرة أن أنا أعصب وأثور وألجأ للعقاب سواء كان عقاب بدني أو عقاب لفظي وهذا مرفوض تماما لأنه ما راح ينمي شخصية الطفل ولا راح يحل المشكلة وهو راح يعقدها زيادة فإحنا محتاجين الصبر نسأل وبالنهاية أقول لكم وكله علشان الطفل لأن هذه مرحلة عمرية يمر فيها الطفل يحتاج مننا أن نحن نعدل سلوكه لكن إذا كبر أكثر من شدي ممكن أن نحن خلص يعني راح يفلت الأمر من إيدنا ما نقدر فنتحمل هذه الفترة علشان ننشئ الطفل بالنهاية يكون وهو مرتاح نفسيا وجسديا ونكون يعني أم بعد مرتاحين بالضبط نحن نكون مرتاحين أولياء الأمور في البداية يتعبون ويحسون أن الشيء وايد كبير وصعب عليهم ولكن بالهدوء بالمثابرة لما تشوفون التطورات بسيطة راح تصير على الطفل أنتوا راح تستنسون ورح يصير فيكم أنه دافع أكبر أنه تشتغلون مع الطفل بطريقة صحيحة نعم وبالنهاية الطفل محتاج وقت وقتكم يكون للطفل مع متطلبات الحياة مع الأمور اللي قاعد نمر فيها الضغوط أنا أم وموظفة متفهمة هالشي بس نحاول كثر ما نقدر أننا نعطي الوقت الأكبر للطفل نعم بالنهاية التربية ما هي سهلة طبعا وأطفالكم أمانة عندكم مثل ما تفضلت لا يأخذكم بسبب ضغوطات الحياة ولا إنشغال أن أنتم تتجاهلون المشكلة يمكن طفلكم يوده لكم رسالة أو يعطيكم إشارة أنه فيه شيء غلط وهو يحس فيه فتسمعوا لي أبنائكم وبالك طويل والصفر لأن أكيد بالنهاية النتيجة راح تعم مو بس على الطفل اللي راح يكون مرتاح نفسيا ويكبر على تنشأ سليمة ويكون إنسان مرتاح وسليم وسوي وأيضا هذا راح يعود للمفعل للأسرة كلها وتكون الأجواء مريحة مع المال لهم طبعا أكيد فكل الشكل الأستاذة والباحث النفسية ومدربة تنمية البشرية الأستاذة زهر الفيلشوي على هذا اللقاء نتمنى إن شاء الله يا ربي يبعد عنكم العصبية كلكم وترى أنت ومرأة أبنائكم وإذا أنتوا قعدتوا تصارقون وكنتوا عصبيين فعيالكم لا شعورين راح يقتدون فيكم فكونوا قدوة حسنة لأبنائكم